مساء الخير هذه الحلقة عن ليه الفاتيكان مهتم جدا بالمسألة أو المشكلة اللبنانية أولا مظاهر هذا الاهتمام في مبادرة خارجة من الفاتيكان حول المشكلة السياسية في لبنان في عدد من الزيارات من كاردينالات مهمين في الفاتيكان في الهيكل الإداري هناك للبنان زيارات من عدد من الشخصيات اللبنانية الهامة إلى الفاتيكان البابا فرنسيس عبر عن اهتمامه بلبنان على أقل مرة أو مرتين كمان وهناك حركة دولية ظاهر أن الفاتيكان مرة أخرى من خلال هذه المبادرة أنه بيحاول أن يطرح أفكار أمام المجتمع الدولي لإيجاد حل للمشكلة السياسية المعقدة الكبيرة الخطيرة جدا في لبنان السؤال لماذا هذا الاهتمام من الفاتيكان بلبنان؟ في سبب ديني سبب فيولوجي وهو أنه في لبنان هناك طبعا مكون مهم للغاية من الشعب اللبناني وهو المكون المسيحي في قلب هذا المكون هناك طائفة قد تكون الأكبر في المكون المسيحي هي لا شك الطائفة الأشهر وهي الطائفة المارونية النقطة الدينية أو الثيولوجية هي أنه موارنة لبنان كاثوليكي والموضوع مش بس التقاء ديني ولكن الكنيسة المارونية دائما بيشار إليها بكركي نسبة إلى المكان اللي فيه صرح الباتريارك الماروني جزء من الكنيسة الكاثوليكية في روما يعني الباتريارك الماروني هو كاردينال في الكنيسة الكاثوليكية فالموضوع مش بس انتماء ديني ولكن فيه انتماء تنظيمي من الكنيسة المارونية للكنيسة الكاثوليكية في العالم لكن بغض النظر عن هذه الجوانب الدينية والتنظيمية فيه أسباب تاريخية مهمة جدا لاهتمام الفاتيقان بلبنان السبب الأول التاريخي الكبير هو دور لبنان كما صور وتصوره ناس كتير جدا بما فيهم في الفاتيقان هذا الدور انه لبنان الحديث لبنان الكبير وحتى من قبل قيام لبنان الكبير في 1920 في عقاب الحرب العالمية الأولى واعادة تنظيم المنطقة واعادة رسم خريطة الشرق الأوسط حتى من قبل كل ذلك لبنان هو مكان ووجدت فيه أقليات دينية متعددة في الشرق الأوسط في الشام ووجدت هذه الأقليات مع المكون الإسلامي بما فيه المكون الإسلامي السني وكل هذه الأقليات مع المكون الإسلامي سواء السني أو الشيعي موجودين على هذه الأرض الصغيرة تعاملهم بينهم وبين بعض نموذج مهم جدا للمنطقة كلها بما فيها النقطة الأهم أنه هذه الأقليات موجودة وسط إطار واسع جدا من العالم الإسلامي فوجود هذه الأقليات اللي فيها مسيحي الشرق في الشام هذه النقطة مهمة جدا للفاتيكان مش بس النهاردة مش بس في المائة عام الماضية اللي هي عمر دولة لبنان الكبير أو الدولة اللبنانية كما نعرفها النهاردة لكن حتى من قبل ذلك يعني حتى المراسلات بتاعت بعض المندوبين أو الرجال الكنيسة الكاثوليقية اللي كانوا موجودين في الشرق وبالذات في الشام من حتى قبل القرن التسعة عشر القرن السبعة عشر القرن التمنتاشر فيها هذا الاهتمام الشديد بفكرة المسيحيين العرب المسيحيين الموجودين في الشرق وغدهم والأهم طبعا مستابلهم ودرهم ليه درهم مهم؟ لأن درهم أولا ثقافيا كان كبير جدا في تطور الشرق كله ثقافة، فن، صحافة، ترجمة وغيره لكن بالإضافة إلى ذلك فكرة الوجود المسيحي في المشرق المسيحية المشرقية وليست فقط المسيحية في الغرب نقطة أو ملف مهم جدا بالنسبة للكنيسة الكبيرة في العالم اللي هي الكنيسة الكاثوليكية لذلك كثير ستجد في السرد الفاتيكان عندما يتحدث عن لبنان، دائما هناك فكرة لبنان الرسالة المقصود بلبنان الرسالة هي فكرة هذا التعايش السلمي اللطيف ما بينه، مش بس هذه الأقليات وبينها وبين بعض مش بس هذه الأقليات مع الوجود الإسلامي سواء سني أو شيعي ولكن وجودها كلها مع بعض على هذه الأرض لبنان كمثال للتعايش الأكبر ما بين الإسلام والمسيحي هذه النقطة مرتبطة بملف أكبر وهو ملف الحوار الوجود العام ما بين العالم الإسلامي والغرب اللي هو زمان كان ممكن يسمى العالم المسيحي هذا الحوار العالمي ما بين الإسلام والمسيحية ملف مهم جدا بالنسبة للفاتيكان واحنا شفنا مؤخرا يعني من أقل من سنتين أو ثلاثة كان فيه لقاء ما بين البابا بابا فرانسيس بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر وجرى هذا اللقاء الأخير في أبوظبي لكن فيه نقطة أخرى تاريخية أيضا مهمة للفاتيكان وهي أنه مرة أخرى موارنة لبنان مش بس أنهم كاتوليك لكن هناك دور سياسي مهم وكبير لعبوا موارنة لبنان في المئتين سنة الماضية وفيه أماء يعني أمثلة كثيرة لهذا الموضوع مثلا عندما خرج محمد علي مشروع محمد علي من مصر على يد ابن محمد علي إبراهيم بشر في بدايات لغاية تقريبا منتصف القرن التسعة عشر النقطة الرئيسية في هذا المشروع مش بس مد الدولة المصرية إلى الشام لكن كان معنى ذلك أرض الدولة العثمانية من الشام مسيحي الشرق في الشام وبالذات الموارنة لعبوا دور في هذا المشروع في النص الثاني من القرن التسعة عشر ولأسباب مختلفة مسيحي لبنان والشام وبالذات الموارنة أيضا لعبوا دور حتى ثقافيا أدى إلى تقليل النفوذ والوجود العثماني أيضا في الشام وعانوا نتيجة لذلك اضطهاد وغيره قيام دولة لبنان الكبير في عقاب الحرب العالمية الأولى سنة 1920 بالذات الكنيسة المارونية لعبوا دور حاسم في صياغة هيكل شكل هذه الدولة على مدى القرن العشرين كله عدد من أهم المشروعات السياسية اللي خرجت من لبنان كان رموز هذه المشروعات والمفكرين اللي وراء هذه المشروعات من مسيحي لبنان مسيحي الشام وبالذات من الموارنة وقبل وبعد كل ده انه في المئة عام الماضية اللي هي عمر الجمهورية اللبنانية دولة لبنان الكبير منصد رئيس الدولة قمة الدولة محفوظ للطائفة المارونية هذه نقطة مهمة بالنسبة للفاتيقان وبالنسبة لأي مهتم أي مهتم في الحد في العالم مهتم بالمسيحيين في الشرق لأن هذه دولة لبنان عضوا في جامعة الدول العربية موجودة في المحيط الإسلامي الأوسع وقمة هذه الدولة مسيحي ده شيء نادر شيء مالوش مثال آخر في الحقيقة غير لبنان كل هذه النقاط مع بعض معناها أنه في مشروع اسمه المارونية السياسية مهم قديم له تأثير واسع على الشام كله وأحياناً كثيراً في المتين سنة الماضية كان قد حقق نجاح كبير أحياناً وقفة لكل ذلك الوقت النهاردة النهاردة وقت مهم بالنسبة لبنان لأننا النهاردة 2021 تقريباً مئة عام بالضط من 1920 قيام دولة لبنان القبير لبنان الذي نعرفه النهاردة كما قال عدد من السياسيين الأوروبيين بالذات المهمين في غاية الأهمية أنه الفكرة الهيكل السياسي الذي قامت عليه الدولة اللبنانية الحديثة النهاردة فيها على تساؤلات لأن المشكلة الموجودة النهاردة في لبنان ليست فقط مشكلة اقتصادية ومالية هذا هو السطح لكن تحتها فيه مشاكل سياسية كبيرة ومش بس متعلقة بالطبقة السياسية الموضوع أعقد من ذلك ف لأنه النهاردة مئة سنة تقريباً على هذه الدولة على هذا المشروع اللي هو مهم للفاتيكان بمعناه رسالة اللي فيه فكرة التعايش اللي فيه كل ده بيخلي اللحظة النهاردة احتفال بمئة عام على قيام هذه الدولة ومع مرور مئة عام هناك تساؤلات مهمة حول الهيكل الفكرة نفسها الفورمولا المعادلة نفسها كل ده بيخلي النهاردة فيه اهتمام من الفاتيكان بالمسألة اللبنانية في الوقت ده بالذات بالإضافة إلى ذلك في جانب إنساني وهو إنه المشكلة الاقتصادية المالية النهاردة في لبنان خاصية جدا حزينة جدا يعني تأثيراتها رهيبة على المجتمع اللبناني من ناحية الازدياد السريع في معدلة الفقرة من ناحية المشاكل الاجتماعية الظاهرة النهاردة في المجتمع اللبناني فالفاتيكان كهذه الدولة هذه الكنيسة المهولة اللي عندها هذا الاهتمام بهذه الرقعة من الأرض بهذا المشروع بهذا المعنى بهذا الشعب مش بس موارنته مش بس مسيحيي بالدولة على بضها بالمجتمع على بعضه بحكم هذه المأساة الاقتصادية الإنسانية مهتم بلي بيحصل اضف الى ذلك ان المشكلة الاقتصادية قدت الى ازدياد واضح في معدلات الهجرة اللبنانية الخارجة من البلد هذه الهجرة مش بس مسيحية فيه هجرة اسلامية لكن وبغض نظر هل المسيحيين اللي بيخرغوا اكتر من المسلمين او المسلمين اكتر من المسيحيين مش ده المهم لكن المهم انه في التلاتين اربعين سنة الماضية على الاقل هناك بحكم الهجرة وبحكم حاجات كثيرة هناك تقليل من الوضع الديمغرافي للمسيحيين في لبنان فحتى اذا كان النهاردة الهجرة اللي بتطلع من لبنان اكثر من المسلمين اكثر من المسيحيين مش ده المهم لكن وجود الهجرة في حد ذاته ده معدلات كبيرة نتيجة للوضع الاقتصادي معنى انه الوجود المسيحي في لبنان سيقل هنا الموضوع مش ديمغرافي من ناحية سياسية لكنه متعلق بفكرة الوجود المسيحي في المشرق في الشام بالذاته ومرة اخرى هذا موضوع يهم الفاتيكان فالنقطة الاقتصادية متعلقة بالازدياد الواضح في معدلات الهجرة التي تؤدي الى تساؤلات حول الوجود نفسه كنسبة من عدد السكان بشكل عام في الشام بشكل خاص بشكل عام الوجود المسيحي في الشام بشكل عام وغيره اضف الى كل هذه العوامل في جوانب متعلقة بالفاتيكان نفسه وهي انه الفاتيكان له صوت مسموع في المسألة اللبنانية من زمان اوي فاذا كانت هذه المسألة على جدوى الاعمال المجتمع العالمي بشكل عام فيهم الفاتيكان انه يكون صوته مسموع في هذه المسألة النهاردة لانه ده يعود بالنفع يعود بالفائدة على تموضع الفاتيكان نفسه في الشأن الدولي العامل الاخير متعلق بالبابا الحالي بابا فرانسيس هذا البابا مصلح يعني الرجل قام باصلاحات هيكلية داخل الكوريا الهيكل الاداري للفاتيكان تصدى لمشاكل خطيرة وعملت مشاكل كبيرة للفاتيكان بعض الامور الاخلاقية التي اثرت حول عدد من الناس داخل الفاتيكان في العشر سنوات الماضية النهاردة في مشاكل مالية بيتصدى لها البابا ولكن في بعض الكاردينالات حول البابا الحالي البابا فرانسيس يرونه رجل ذو ثقل في التاريخ الكاثوليكي وشافين انه دوره اكبر من فقط الاصلاح داخل الكنيسة ويرون انه هذا الرجل بثقله بفكره يجب ان يكون له صوت مسموع في الملفات ان الفاتيكان تقليديا مهتم بها زي الشأن اللبناني ولذلك احد العوامل اللي بتخلي الفاتيكان مهتم بالشأن اللبناني هو انه البابا فرانسيس يكون له صوت في هذا الموضوع على النطاق العالمي اي حد مهتم بالتاريخ هنا على طول حيشوف اصداء للدور اللعب جون بول الثاني ربما البابا الاشهر للكنيسة الكاثوليكية في القرن العشرين ضد او وقت الصراع الرأسمالي الشيوعي وغيره كل هذه العوامل مع بعضها هي اللي بتخلي انه مؤسسة ذات تاريخ مهول طبعا ذات ثقل كبير وذات نفوذ كبير في دوائر مختلفة الفاتيكان تكون مهتمة جدا بالمشكلة العميقة الموجودة النهاردة في لبنان موسيقى